سنشاهد اليوم في حلقتنا القدوة وتأثير القدوة في حياتنا القدوة المطلقة والقدوة في مجال معين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية ما هو القدوة؟ القدوة هو إنسان نراه ونجده المثل الأعلاننا نقتدي به وبتصرفاته لأننا نرى فيه من الكمال والروعة ما يجعلنا نحب الاقتداء به وتقليده يبدأ هذا الشيء مع الإنسان منذ نعومة أظافره فتجد الطفل مثلا دائما ما يتكلم عن والده أنه المقدام والفارس الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه لا خلقا ولا قوة إذن هذا شيء فطري موجود ومغروس عند الإنسان وأيضا هو أمر رباني لأن الله قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي نحن علينا أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حياتنا أصبح هناك خلط كبير جدا في قدواتنا وفي قدوات أبناء المسلمين بشكل عام فإن أتيت اليوم لتسأل أحد أبناء المسلمين عن أي من لاعبين كرة القدم كريستيانو رونالدو مثلا أو ميسي سيقول لك كل شيء عنه مواعيد مبارياته بالدقيقة تسريحة شعره حتى نمرة حذائه وتجده يقلده حتى في قصة شعره أما إن سألته عن رموز الأمة والذين هم القدوات الحقيقية لنا ربما لن يعرف أحد منهم فلنشاهد هذا الفيديو أعطني خمسة دي الصحابة ألمني جدا هذا الفيديو من الممكن أن نعرف أسماء المطربين وأسماء أغانيهم بدقة متناهية وكل شيء عن حيات هؤلاء التافهين ولا نعرف شيئا عن ديننا أو عن رموزنا الأمر مؤلم جدا هذه عين من شبابنا اليوم للأسف شبابنا اليوم يبكيهم خسارة فريقهم الغربي الغير مسلم أساسا ولا يقترث لما يحدث للأمة ولا لمجرياتها يتعصب لناديه وبشدة ويحب ويبغض لأجل هذا النادي ويدافع عنه باستماتة بينما لا يهمه حتى ولا يقترث لأن يحب ويبغض في الله فتجده يسبح ويقدس بحمد عبه المفضل بينما لسانه على علماء الأمة والملتزمين ربما أحد من السيف وإن تكلمت عن ناديه أو لاعبه الملحد أو الصليبي ربما سيدافع عنه باستماتة أمر محزن فعلا وكأنها لم تمر عليهم عقيدة الولاء والبراء الولاء للمسلمين والبراء من المشركين وهي من لب عقيدتنا وأساسها ولو سألت عشاق ميسي وكريستيانو وغيرهم ممن يسبح بحمد الأندية عن أبطال الإسلام ورموزهم لم يعرفوا شيئا فلنشاهد هذا الفيديو كربخال كربخال عزب ماريان مدري دفاع حلو 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 أتحدىكم تعرفون إسكو إسكو ماريان مدري دي اسمان حلو 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 خية دي خية عزب ماريان ماشي سنونات الحاق أتحدىكم تعرفون عمار بن ياسر إندي أصلي في العشق كبلي دي بحوايا انت قادة معي حصل شاكوش لما بموت مين الملكين اللي بيسألونا ملك 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 الشرم اسماهم ايه؟ وفي ملكين بيسألون لما بموت اسماهم ايه؟ آآ ايه؟ حكتلاعم لوازن إيل في الآخر جبريل تقريبا مين اللي بيغن نكو بلي بتاع خربانة انت خربانة حصل شاكوش طب تعافي كميلا؟ آآ ولكن هل هؤلاء هم الأسوأ؟ لا هم أفضل حال بكثير مما سنتكلم عنهم بعض السفراء مما يطلق عليهم أسماء فنانين وما هم إلا طبقات مما تحت تحت القاع بالنسبة للأخلاق تجدهم يحفظون أسماءهم وتحركاتهم وغانيهم ويطلقون عليها أسماء مهرجانات ويتشبهون بهم بقصات غريبة وأزياء وتسريحات عجيبة وتعريف الشوارع بينما هناك شريحة انحذرت أكثر وأكثر وهل هناك بعض القاع؟ نعم هناك يا صديقي وهم ممن ينفقون أموالهم لدعم شريحة تظهر في بثوث على ما يسمى بتطبيق التيك تو وهم حاضرين أيضا على فيسبوك ويوتيوب فهم يعملون بكل مصداقية وتفاني لنشر فسادهم بثوتهم المشتركة مليئة بالكلام الفاحش والمغجل أيضا ولم يتبقى إلا أن يمارسوا الشروط على العلن المشكلة أن داعميهم ومتابعيهم بالآلاف ينفقون أموالهم ببذخ عليهم ويتخذون منهم قدوات جل متابعيهم من صغار السن فهؤلاء يعملون بجهد وتفاني على إخراج جيل لنا يدمر الأمة فعليا تخيل أن يكون ابنك قدوته شخص تافه كرام العبدالله مثلا هذا من أسفه الناس عندنا في سوريا محتواه وبثوثه صباح مساء للنشر الرذيلة والفاحشة هناك على غراره العشرات من كل بلاد الوطن العربي هذه الشريحة سيئة جدا ووجب تنبيه أبنائنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنها شر مطلق خطر حقيقي سرطان يستشري بالأمة سيقول البعض ولكن نحن لا نستطيع أن نمنع أبنائنا من مشاهدة الرياضة والرياضيين فهي مفيدة لهم ومن قال أن نمنع أبنائنا من مشاهدة الرياضة أو من ممارستها حتى لكن وجب علينا كمسلمين تنبيه أبنائنا أن لا نأخذ هؤلاء المشاهير من الرياضيين كقدوة مطلقة نأخذهم قدوة فقط في الرياضة وفي المثابرة على الوصول لهذا الهدف أما قصة الشعر والوشوم وحلق الأذن فهذا شزوذر عن الطريق وليس له أي علاقة بالتطور أو الرياضة نعلمهم هكذا كل إنسان مبدع نقتدي به ونأخذ الشيء الإيجابي منه ولا نقتدي به بنسبة مئة بالمئة ونتأسى به بعدود ما ينفعنا وإن أردنا أن نأخذ قدوة لنا في كل شيء لا يوجد في هذا العالم أو في هذا الكون إلا شخص واحد نأخذه قدوة في مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومحيانا أنا وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فهو الكامل المكمل وصحبه وآله والتابعين من بعده فإسلامنا ثري جدا بالقدوات تخيل أنهم في بلاد الغرب يختلقون القصص والقدوات الوهمية يسخروها ليقتدي بها أبناء هذه البلدان لخدمتهم بينما يعمل هؤلاء المتآمرين على تمسي هويتنا وتمسي رموزنا وتشويهها وأمتنا هي الأمة الوحيدة التي تثرى بكل هؤلاء القدوات من أبطال فتحوا البلاد لينشروا العدلة بفضل تعاليم الإسلام الحنيف الذي يأمر بالخير والمعروف والعرف فلهذا نحتاج وقفة حقيقية لإصلاح أنفسنا وأمتنا حتى يصلح واقعنا فيقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلن نتغير حتى نغير ما بأنفسنا ونغير هذه القدوات المريضة فإن أردنا العزة والرفعة والأنفة فلنربي أجيالا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم قائدنا وشفعون لبيته وأصحابه والتابعين الرجاء شارك الفيديو على أوسع نطاق لأن الدالة على الخير كفاعلة لا تنسى أن تضع لنا إعجاب وتعليق جميل مثلك لأن هذا يساعد على انتشار الفيديو كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي أحبكم في الله لا تنسونا من صالح دعائكم